إلى تركة الآن حيث وقفت السلطات عشرة أشخاص يشتبهوا في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية شنتها ضد عناصر التنظيم في إسطنبول وأفد مراسل وكالة الأنادول بأن فرق مكافحة الإرهاب نفذت فجر اليوم عملية مداهمة مدعومة بمروحية وعناصر من القوات الخاصة على عدة أماكن من المدينة وكانت قوات الأمن التركية قد أحبطت اليوم محاولة تسلل ثمانية أشخاص أغلبهم أجانب إلى الأراضي السورية كانوا في طريقهم للاندمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية نشاتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفصل طائرات التحالف العربي تواصل قصفها على مدينة تعز